سالي تولموند، أهلاً بالسادة المتابعين والمتابعات في هذا البودكاست الجديد لأنني حبنا نهضر فيه على موضوع بالنسبة لي هو الموضوع الأهم اللي همني أنا شخصياً بكثرة اللي هو ما أسميه النعيان فرق بين الجزائر الرسمية والجزائر الموازية حنشرح هذا المفهومين من بعد، هذا هو مفاهيم أنا نعرفهم المفيد هو أنه اليوم في الجزائر كان على الأقل على الأقل ما نقولش برك زوج برك كان على الأقل جزائراً مختلفتان جذرياً في العقلية، في الطموح، في السلوك في الأحلام، في التطلعات، في النظرة للحياة، في النظرة لكل مظاهر الوجود ورغم عايشين كيف كيف يعني هناك أنا نهضر على الجزائران هذو يعني أنا نهضرهم وكأنني نهضر بالمفهوم المجتمعي يعني كشوراً نزوج مجتمعين مختلفين جذرياً ومعايشين كيف كيف على نفس الرقعة الجغرافية تحت نفس الدولة في نفس الظروف الاقتصادية ويفوليوه في نفس النظام المؤسسات البيروقراطية بالصح كل جزائر عندها النظرة التحال للوجود مختلفة تماماً يعني ما يتلاقاوش في هذه العقلية، ما يتلاقاو في ولو ولكن لسخرية القدر رانا عايشين قاع يعني هذا الجزائران ما عايشين في نفس الانفيرونمو سكيفيك عنا خلوطة هذي قاونا عايشينها ميبو براف، عشاني حب نهضر هذا الموضوع ومعدين عرفوا ما هي الجزائر الرسمية وما هي الجزائر الموازية سيكون فاتنا على حساب وشاني نشوف ووضوك تباني لكم بيان انو مشاني نشوف وعشان احب نهضر على هذا الموضوع لانو كان واحدة النقطة متعلقة بالمصير البلد مصير الوطن هي نشوف بلك هذي الجزائران اراهم كل يوم د بلوز ان بلوز اراهم يدخلوا في كلاش ولو كان ما يتعلموش يتعايشوا بسلام رانا قادرين نديروا مأساة وطنية ثانية سواء نديروا مأساة وطنية ثانية سواء نقعدوا تحت الدكتاتورية للابد لان سيبورساني حب نهضر على هذا الموضوع وكما قلت انا كنا نهضر هنا في هذا البودكاست بجزائران مختلفتان مانيش حاب نقول بليك يودي كاين دولتان مختلفتان ولا مؤسسات دو كلان مختلفتان يتساق نهضر هنا على الجزائر بمفهوم المجتمع وليس الدولة وليس المؤسسات يعني كي نقول كي نزوج جزائر بمعنى انه لدينا الاقل مجتمعين في الجزائر احدهما انا نسميه رسمي والاخر نسميه غير رسمي موازي باش نبدأ يعني نبدأ نعرف شنهه الجزائر الرسمية قبل باش نقدر نفهم شنهه الجزائر الموازية انا بالنسبة لي الجزائر الرسمية في هذا يعني كي نهضر على الجزائر الرسمية الجزائر باختصار هي الجزائر الظاهرة العالم والجزائر التي الجزائر التي يعني كما يقولون في الجزائر الرسمية هي جزائر يعني المجتمع هذا الرسمي هي جزائر ما قدرش توفق بين القيم الاخلاقية ولا الروحية ولا المجتمعية تحتها والحياة هي اليومية الواقعة الحياة اليومية تحتها الذي لا يموت بسالة الى القيم التي تدافع عنها بمعنى اخر في الجزائر الرسمية النفاق يصبح معيار الاخلاق نشرح لكم بمثال كيفاش نشوف يعني كشو المثال يلخص يعني الجزائري الرسمي كيفاش عايش فيه الجزائر الرسمي تسبب هو ذاك الجزائري الذي تسبب هو حاب يصلي ويصوم ومعنى تسبب هو حاب يسكر ويزني ويرقد مع البروستيطة ومعنى تسبب هو حاب يزوج بوحدة في يارج في الصباح تسبب هو صاحبه يسب في العاهرة ويقول له تفو تصر الفساد في هذه البلاد بصح يشد نميره تأخد صاحبه ومعنى تسبب هو صاحبه يشد نميره تأخده تسبب هو حاب تسبب هو حاب يخطو أنها تسبب حجاب ومعنى تسبب هو حاب يتصح معه وحده بلا حجاب تسبب هو حاب يروح للحج ويزور ما قمت عن النبي ويكره فرنسا ومعنى تسبب هو حاب يحبش بلاده بالدالين أنه دائماً دائماً يحبون أن يعيشوا في دول الكفار ويحبوا فالسطين كثير من بلادهم دائماً يجب أن تفكروا نهار اللي لعبنا منتخب الأولمبي الجزائري لعب منتخب الأولمبي الفلسطيني تنمو جيرام فارسو إلى سكيزوفران صفر كونتر 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 بلاد الجزائري اللي عايش الجزائر الرسمية تسبب هو حاب يزهاي حاب يروح يصار في وهران حاب يشرب شراب عادي بالصح ما يكوش حلوف بسكوهرام الجزائري قادر تسبب غارق في قرعة شراب ولو كان يجوز عليه واحدة بلاحجاب يقولها أشتري روحك تسبب هو حاب جنرال يروح للسيبال ويكونكت بلاكاتجي تسبب هو حاب يحب تسبب هو حاب يحب في الجزائرية متحرى وتعيش على حسب الأفكار تسبب هو حاب يحب في الجزائر الرسمية يحب يطبق شريعة في بلاده بالصح يدير الكورس لكي تسبب فيزا في الطالية تسبب هو حاب يخرج يمشي بلاكاتجي تسبب هو حاب يحرش في سيد بلاد وقدر تسبب هو يتالب بنادم يشرب ويشرب في الجبل يتوسى بعيد عن مرأة الجامعة ويتالبوا باش يفتحوا يكمي الشيشة يبات يضرب في الجوانات يتوسى بسح كي طل الصبح يعطيك مناظرات عن تارك الصالات بالنسبة له جنرال موف الجزائر الرسمية مسلم إرهابي خير من علماني ديوث الله يحفظه يستر يتفرج فيديوهات عن البرنا وكي يكمل يدلك فيديوهات عن المسيحيين الذين دخلوا للإسلام وعيني غرغروا بدمها يدير دعاء يكتبها في فيسبوك دعاء السوداء بسحك ترح تشوف في البرنافل والمابنة لهم غير البرستيتيات يرمز في كل بلاسة يقول لك بلد مسخة يريد حرب الهدوه يريد حب بلاسة المرمس نحاش يريد متساجد ويصليش ويدي القرطة للنصاج ويقول لك درام الحرام يعني تصيبه ثانيك يتواجد العائلة تاعك يشغل يمه وبنته واخته ومرته يحبش يخليهم يروحوا البحر بسح هو يحب يروح البحر باش يكحل على ابنت الناس والجزائري والجزائري يكون يعني في الجزائر الرسمية يكون جزائري معرب بس قدر تصيبه فرانكوفوني بامتياز ولا خصمه الكائن في الجزائر الرسمية هو كائن كتلة من التنقضات والعقد وفي الجزائر الرسمية لا يعرفه ما يبغيه وما يبغيه تخلطت عليها الجزائر الرسمية المفاهيم لا يعرفه ما تشد في الدين أو في الدنيا أو في الإسلام أو العلمانية أو في العادات أو في تقاليد أو المبادئ أو الشرف أو كوبية وفي الجزائر الرسمية لا يعرفه ما تشد فيها اليوم جزائر الرسمية لا يعرفه نحن نحب ونزهو يعني جزائر رسمية عايشة بوحدة سطحية البنادم يتزيق راسهم منها كشغول تتخسيهم تقول لك وعلى شراك عايش في هذا سطحية قل لك هما حبوناك تتخسيشكون هما يقول لك ما لا بالوش أصلا في هذا الجزائر الرسمية هذي كما قلت النفاق يصبح معيار الأخلاق المفيد هو أنه لا يوجد نحن أنك تأمن بك الكلام البذيئ ليس مليح أو حاجة معينة ليس مليحة هو أنك تتوقع تترضي أنك تقول الكلام البذيئ بأكزملا تكون طيّحيته وتقول همقاء الكلام ١٠٧ عام وبعدها تكون هناك مع أصحابك تتحدث نباري ويقوم بأكزملا وإنسان تقعد له هذا أو يقول أنه تسكته يعني الجزائر في الجزائر الرسمية يسكت ومن بعد ذلك الجار يكون اسمحهم بلاك من بعيد بس حتى يشوف بليك يودي سكتوا على جاله يقول لك اه هذو مربيين احترموني يقولي النفاق هو معيار الاحترام لذا مثل انتايا تكون في بوس وما يجريك شغلها تجيك عجوزة ايتوسا وما يجريك تديرهم كلش وتنوضلها يقول لك اه لا خصمي او الله وما يجريك شغل الانسان مربى ايتوسا ورباوه والديه بيام ايتوسا لذا الجزائر الرسمية باش نعود للخصها وموقعوش نهضر فيها بلوزة في الجزائر اللي نشوفوها هنا الجزائر اللي ران نشوفو فيها شغل تبنى 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 كشغل الكتلة هذي تتناقضها التوسع واني عارف بك قاع قاعشفناهم الجزائر رسمية هذي هي جزائر اه كي نحب كم يقولوا للخصوها هي جزائر عندها ايديال وماش قادرة تلحقها للك الديال بسع تقول لك انا لغالب ربي يهديني ان شاء الله ربي يهديني ان شاء الله ملحق ناس تصيبها مشي متحجبه ولا خصمه يقول لك لغالب ولغر ان شاء الله ربي يهديني هي عارف بليك يودي يزم عليها مثلا يزم عليها تلبس القطعة تلقمش هذا ولكن في الوقت تحب 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 بالبرمان كي نألجيري بين الكاملتين يتبقى بين الكاملتين من العملين مثل لذلك هذه الجزائر الرسمية. الجزائر الرسمية النظام الجزائري يعترف بها يعني يشوفها كي توسى. ولكن هناك جزائر اسمه الجزائر الموازية. الجزائر الموازية جزائر الموازية برافور الجزائر الرسمية هي جزائر التي تختفي وراء أرقام الهاتف المكتوبة على جدر المراحيل العمومية أو نمرة التليفون على أكسيد التي تبطرها في كاش حيث. الجزائر الموازية هي الجزائر الجزائر الموازية هي الجزائر الملحدين والشواز والناس التي أحبها التي أحبها يعني تعيش في النقطة الإديالة. التي أحبها تنفس بما يعكس يعني كما يقولون هي الجزائر التي أحبها تعيش بالمبادئ التحل التي هي مبادئ مضادة للمبادئ الرسمية. قلنا بلك المبادئ الرسمية تعل الجزائر الرسمية هي المبادئ تعل الشارف وشكوبية هذوك لم يعد أتى محل من الإعراب في 120، الجزائر اللو Charge ليس يتعرف الشارف بنافس المفهوم، ليس يتعرف العفة على destaarma و تنفيذ الحرية بنفس المفهوم، ليس يتعرف المرأة بنفس المفهوم، ما يشتوف الرجل بنفس المفهوم ما يشتوف الحب بنفس المفهوم ما يشتوف العائلة بنفس المفهوم ما يشتوف الزواج بنفس المفهوم ما يشتوف الأخلاق بنفس المفهوم ما يشتوف ما يشتوف يعني ما يشتوف هذه الأمور قاع بنفس المفهوم وش معنتها؟ معنتها معنتها السيتونة الجيري اللي الوصول موين تحبش تعيش في الجزائر اليوم سواء انها تختفي وتعيش كما يحبها سواء انها تقوم يعني تلبس من فاسد البروblem سي كل جزائر موازية اليوم اللي حتى النظام يرفض انه يعتبرها ولا يشوفها ران نشوفه بلكراهي رايحبها تترسم رايحبها تولي يعني تعيش بلادها دو مانير اوفيسيال وش معنى تا معنى تا ايا انا ملحد ولا انسوم او رمضان ولا نستعرع individacula انا ام انسان انا 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 اوأوأوأوأوأوأوأوأوأوأوأوأوأأوأوأوأوأطي انا س litresم اوأوأوأيوأوأوألأوأوأحي انا يا إنسانا انا انا نعمل بال Elliot لذلك كان هناك Art Instjunto انا أنا انسان تضع جمع مستحق نريد أن يقوم بإنسان تأثير وأن أريد أن يجب أن ينصلي أنا إنسان تقول لي لماذا لا نصنع بان لا نصنب لماذا لا نصنب؟ لأن لا نصنب لماذا لا أحب الطب الموسيق لأن أصدقائنا بأن أصدقائنا على عروب لأن الحديث لا تعرفه لأنني لأن أفحد الشخص لأن القرآن يأتي ويساومني في القرآن هذا الألجيري الألجيري بارالل سيتون الألجيري التي قالت للمبادئ الألجيري أوفيسيا قتلهم المبادئ هذو الريتروغراد لا نستطيع العيش بمبادئ في القرآن 2021 لا نستطيع العيش بمبادئ مجتمع تقليدي لذلك لا نستطيع العيش بمبادئ لذلك المشكلة عندما تتخلص في تقول أولا لا أصبح لا أصبح لا أصبح لا أعلم الدنيا كما تتخلص في الجزائر الرسمية لأنه لا يوجد عيش حتى يتم عيش بسهولة لك عيش أنت يحسدك كيف أنت ما تصومش كيف أن تتخلص في التعليم كيف أن تنبك في تشاكل كي لا تصومش كيف لك فهو لا يصمش بك تصيب الجزائر اللي عايش في الجزائر الرسمية لا يصمش بك ويتشوك منك كنت لا تصمش وشغول you are okay with it وإذا واحدة تصيبها مثلا الى با فيرج وإذا كما يقولوا الى ديكوباني ويشغل تعيش ب تنقص تتشوف مثلا وحدة كما يقولوا الليبرتين ويقول يا هل أسم كي كوش وما تخدش كيفش عندها الظاهر هي أنها ما عندهاش تأني بالظامير ولا ما عندهاش مجتمع تخاف منه باش يقول هنت وتقول هنت هنالك يقصد هيسي لكية Elijah لماذا هي التشاويرات التي تذهب على إيها والذي تلاجع على إيها والذي يرى الموازية يقول لماذا هو التشاويرات التي تذهب على إيها لماذا لا تذهب عليه لماذا سنستطيع تحسير الجزائر الرسمية سأل horsكذا بماذا سا سعيدني لكن لماذا سنستطيع تحسير لأن يحترم هذه المبادئ المجتمع وعلى ما لا يدعون هذه الفانة؟ لماذا يجهر بالمعثية؟ لماذا يجهر بالمعثية؟ وعلى ما؟ الجزائر الرسمية سيخافها من الجزائر الموازية ليس لأنها تبنيها لكن لأنها تتعرفها وعرفة من أن أعلمها وعلم تكون قد تتعرفها وكيف تتعرفها وكيف تتعرفها هذا ما يعيش في الجزائر الرسمية المشكلة هي أن الجزائر الرسمية لديها واعتدد التي سوف نرىها من أكثر في الحديث الثلاثة اليوم يستطيع أن يذهب إلى الجزائر الموازية أو يستطيع أن يجهر بالمعثية وعلى ما يوجد في المبادئ الجزائر الرسمية هو أن نواجهها بالعنف كيف تتعرفها كيف تتعرفها؟ كيف تتعرفها؟ في الجزائر الرسمية يتعرفها كيف تتعرفها؟ كيف تتعرفها؟ كيف تتعرفها؟ الكثيراة الأول التي تتعرفها كيف تتدركها؟ تتعرفها؟ كيف تتعرفها؟ لا تتعرفها؟ يعني يمكن أن يقول أن يدعوهم ويشوف بنادم كشغل خارجها طيطي يدعوهم يدعو نفس الشيء كما هو بس خارجها طيطي شغل السكواصة لذلك هذه الهدرة بين الجزائر الرسمية والجزائر الآخر هي المنض الذي نعيش فيه اليوم هي الجزائر الرسمية سيبدأ تمارس العنف الجسدي العنف الجسدي انبر الجزائر الموازية وعلى شكوان نسمعه بها خاصة موازية ضاير مام حتى الجزائر الرسمية كما انفاته يجب أن تنظامه مع مام سيارة مام سيارة تروستية تم قتلها فقط لأنها مرأة مالغرق عوش دائرة من قبل يحبوا يعودوا يرابليون هلو فاته لأنه كانت لابسة وكيف يديك ويجيبك لأنه يبدأ بسبب أن يكون كيف يقول الجزائر الرسمية لا تسأل الملبسة على المرأة في حملات التضامن أو حملات الاستنكار لجرائم القتل وعلى شكوان لا يحترم الدين وعلى شكوان لا يحترم المبادئ وعلى شكوان لا يحضر عليهم لأنه يتخذ موقف وعلى شكوان لا يتخذ موقف وعلى شكوان لا يستخدم وعلى شكوان لا يحترم ولا أي شيء من هذا القبيل سيكون فات أني حاب نهضر على نقطة سيكون المنطقة التي تعيش فيه الجزائر الرسمية والجزائر الموازية هو نفس الجزائر هو نفس المؤسسات هو نفس الأحياء هو نفس الخاص مواسي هذا ليس شيء ما يرونهم ديستانك بالأخضر الذي يحب يخبط يذهب إلى البوات دانوي قادر يكون إنسان يجب أن يزد في راسه ينسوم يقول لك إن شاء الله يجب أن يخبط في ديبو كان واحد يقول لك إن شاء الله وكان الأخر يقول لك إن شاء الله ربي يديني donc les deux font le même act في نفس الاندروى في نفس الاخوسمية et c'est interchangeable c'est juste latitude يعني c'est juste en fait l'état d'esprit par rapport en fait à tout ce qui est considéré comme pas normal ou comme pas officiel donc الجزائر الرسمية عندها soit disant نقول لك نحترم وحنا نقول لك إن شاء الله ربي يديني على الأقل هذا الحاجة وحنا نجاه روش بالمعصية الله أخير يقول لك نون c'est ma liberté وشنو هذه الهضرات على liberté كيفة إنت عندك liberté تتعرّ كيفة إنت عندك liberté تذكر كيفة إنت كيفة إنت كيفة إنت تهضرنا هذه الأمور بكلمة la liberté وشنو هذه الحرية وشنو هذه الحرية سبورسات تسيبها به فيه الجزائر الرسمية يخايفة يخايفة بالبزيف من التناقضات التحاة ما يخايفة من هذين الناس لهم يهدروا على الليبيرتي يخايفة منهم وعلاش هما لبر هكا وعلاش هما لبر هكا وعلاش معناش اللي كوي باش يكونوا لبر كما هوكا لذلك يسيب في برك يكون كين اندي سكورت على النظام لهو يرفض رؤية الجزائر الموازية يقول لهم بلك أنا يا نحفظ لكم القيم ونحفظ لكم الآخر لذلك يسيبها أنا مع الدكتاتورية التي تحفظ للقيم مع الدكتاتورية التي تحفظ للآخر لذلك عايشين في نفس الانفيرونمون لذلك الجزائر الرسمية بسبب لأنه ليس لكوراج وليس لزوتي وليس لسيبها سهلة يقول لك تصيبها سهلة انها تطيح في خطاب الدكتاتورية وتطيح في خطاب اللي يحفظها القيم ولي يحفظها الآخر لذلك هذا ستا نصبي المشكلة النظام السياسي الجزائري ونعود أن يقول لك توجه رياض الابطوليك النظام السياسي الجزائري ولكان لا يستطيع يعني أنا هو حاكم الأوضاع كما يقولون بيد من حديد المشكلة ويقول لدينار لا يوجد لدينار ويقول لكي لا يكفي لكي يخلص لي فونكسونير بريف النهار اللي النظام يقول لكي لا يمكن يشد الأمور بيد من حديد الجزائر الرسمية ومع الجزائر الموازية يخرجوه راس 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 يخرجوه راس راس الوصول لو كان يكون كلاعش كان هذا المساعدين ويقول لكي لا يمكن يشد الأمور المجدد حاصل وليس ما نتعلموش كجزائر الرسمية وكجزائر الموازية لكننا نعرف الناس اللي هو في الجزائر الموازية ثانيك نعرف الناس كيف يأكل يقول لكي أنا ويجيني ديكتاتور ثانك ويجن يعيش يأكل الحرية نقضي على جيزة باباهم مع الأحدة نبعث ربهم من الأرض ذلك هذا المنطق هذه نحن 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 في رابط دميني الجزائر الرسمية ستقول لكل ما تدوميني الجزائر الموزية لأنها تعلم أن الأخرى ستكون لأماعي لذلك لن أفضل أن أدوميني أفضل أن أدوميني لأنه أدوميني لن أتأكل الأقوى فكرة هذه لا يوجد فكرة سليمة في حيث يمكننا بناءها بلد أو أن نتجاوز من العنف الفكرة للجزائر الموازية هذه هي بالنسبة لي للجزائر الموازية هي كانت نتيجة حتمية من 62 ورواح لا أريد أن ندخل في هذه الموضوعات عن كيفية التحولات الاجتماعية نتيجة للجزائر الموازية هذا نجعله مضوع بفودكاست واحد آخر لأنه طويل بل بزاف ويزمانيا نوجد له بالصح المساج والرسالة المهمة أني نحب نوصلها بهذا البودكاست يجب أن نتعلم ونتعيش بسلام وإن نقوم بمأساة وطنية واحدة أخرى وكي نتعلم أن نتعيش بسلام يزم علينا الجزائر الموازية ثم يجب أن نتعلم أن نتعرك على التقليد على الاستقبل على الجانب ثم يجب أن نقوم بمسؤول على الجزائر الموازية يجب أن نتعرف على منظوره ولكن ليس بالضبط للبط للغاية زيارة الموازية أو الهدى لكن تعتقد أن الأمر الموازية في صفحة السياسية وفاهم تعتقد أنه يبدأ بالنسبة للغاية يجب أن يعتذي أن يتroك على الولادة المعلومة المتحقية في التسارة السمية في التسارة التسارة في التسارة المهدرة لا 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 يgorد أن نضيف للالادة الأساسية أو الأفضل العنية لأنها من فقط مقاومة لكنها لا تتطبيق أخرى وفراء والبعارض هذا الجزائر الموازية عندها مهمة، عندها مهمة هي أنها تهدر، عندها مهمة هي أنها تعبر، عندها مهمة هي أنها تكسر السلس، عندها مهمة تقول للجزائر الرسمية والمجتمع التقليدي مات و ابتدر الحياة، صحيح لكم إذا كتبار، فالإسلاميين ماتوا تفهمونها عندما تخرج، تكفر في فضلك، هؤلاء كنتم تحميل وفهمون الأجهزاء، ذلك لأخذكم لجزائجهم ويستحقون لجزائجهم، لأنكم لا تفكروا مجموعة المجتمع الصحيح كانوا دائماً موجودين ويزيدوا الشراء كما سترى في الريزاو صوشيو ادخل تيك تاك وتشوكا كجزائريين نقولوا للجزائر الرسمية قبل أن يقول العالم الذي يحب تعيش فيه لا يمكن أن يكون لديه حتى لو كان يكون معها نظام سياسي لأن العالم بيناتنا العالم الذي قد روات أغوش تبدل وإذا ما نتبدله معه وإذا ما نتبدله معه الهدف معنا هو يعني نعاون الجزائر الرسمية يعني كما يقولون تقلب الفيستا صح كان بزاف الكورون الرجعيين اللي عاودوا يقول لك كانت عالنا شرعية شعبية جامع سينا ندافع على القيم وهذه عندها حكاية بوليتيك بزاف ولكن الهدف معنا جزائر الرسمية لأنني أريد أن أتركها لأنني أريد أن أتركها لأنني أريد أن تكون واسعة بزاف ولكن فقط لكي نقول للناس لك الجزائر كما يتحدث الجزائر الشرف والحرمة والعفة والجزائر والأصالة والأخلاق والشهامة على حسب المجتمع التقليدي هذه الجزائر ماتت إلى غير الرجعة والأخلاق ونرى أنكم تنظروا ونرى أنكم تنظروا ونرى أنكم تنظروا للطبع كثيرة ونرى أنكم لا يستطيعون التعيش بكثيرا ونرى أنكم تنظروا تقول لك نعود ولي دار بابا شوفوا الناس هم من واحد تزوج وتطلق دونجيوكو ليدي هالي تعنيك تزوج وصرف 60 مليون باش تكسب المرأة وتخدم لك بونيشا كما يقولوا لحياتك كومبلي ويجيب لك لخصمي وادات التناسل هذه انساها ماتت بارسكو دو كانت المرأة مكش قادر تطلقها بولادها كائن بزاف انساها اليوم في 2020 راههم بارافور عشر سنين من قبل راههم ياسيومي ويدروا الخلع الخلع جدا انساهاب لك انت راجل انت ماشي راجل بمعنى انك انت لفات عندك ذكر بين الكوستعك مع انت السماء أعطيتك درواء وكذا درواء يكون بريزيربي لكي تكون راجل تكسب الاحترام وتكسب يعني القيمة داخل لا تكسب لا تكسب لا تكسب لا تكسب انت ماشي في الجزائر 2020 وللأسف شديد العائلة الجزائرية والمؤسسات التنشئة المدرسة والإعلامية لا تكسب انك تكون راجل بالقيمة لا تكسب القيمة لا تكسب القرآن من المدرسة اليوم المدرسة 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 مدرسة مدرسة المدرسة 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 شكرا